من الأحداث اللي حنعلق عليها هي زيارة محبوب القحاطة الأول وملهمهم المفدى أبي أحمد أبي أحمد فضل الشراكة مع القحاطة وغرر إنه يزور البرهان أنتو عارفين البرهان يستقبلوا ليك وساقبه العربية كمان مش كده كمان سلاح الجو المدفعية قاعدين في إشارة لأبي أحمد إنه قبل سنة صرح إنه لازم ينزعوا سلاح الجو المدفعية من الجيش السوداني طبعا برضو على نفس الشيكلة مؤتمر القحاطة أبي أحمد جغير الشدر الزراحة دي ما شفنا أي حاجة ثانية طبعا الشدر دا اسمه نخيل ملكي ما عارف الجماعة دا بشجع الملكي ولا الملكية غايت في رابط في الموضوع دا المهم الشدر دي ما فيها أي سمر لكن من الناباتات المعمرة دي إشارة إنه دولة 56 قاعدة المهم الزيارة لا بيان ختامي ولا وزارة الخارجية طلعت بيان ولا بيان مشترك جاء ومشى لحد ما ريكب الطيارة ما عارفين الزيارة فوق شنو وما عارفين الهدف منها شنو برضو من تحليلات الزيارة دي اكتشفت إنه البرهان لما يدور بيحفر بحاجة غير الإبرة الزلده ماسي كوريك إنتوا شايفين يا برهان واصل بيالكوريك دا وأدفن الدعامة والبعاثة حقهم كمان